موسيقى قالت روسيا أنها ستدعم الرئيس السوري بشر الأسد في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وإجراء محادثات السلام مع جماعات المعارضة السورية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف مع نظيره السوري وليد المعلم في منتجع سوتي الروسي تعمل الحكومة الروسية منذ عدة شهور مع جماعات المعارضة السورية كما أنها تدعم الاتصالات اليومية مع الحكومة السورية بالطبع في محاولة لإقناعها بتفهم ضرورة العمل مع المعارضة لصالح بلادهم وشعبهم كما طلب لفروف دول المنطقة ودول الغرب بالتأثير على بعض جماعات المعارضة في سوريا لإقناعها بالتفكير لصالح بلادهم وعقد رئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته محادثات مع المعلم في إطار جهود موسكو لإعطاء دفعة دبلوماسية لاستئناف محادثات السلام بشأن سوريا وروسيا حليف دولي مهم للأسد في الصراع الذي دخل عامه الرابع حيث يتدهر الموقف على الأرض مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة داخل السوريا وانهرت الجولة الماضية من المحادثات بين دمشق والمعارضة في فبراير بسبب خلافات تتعلق بدور الأسد في أي انتقال سياسي للخروج من الصراع وتريد المعارضة الرئيسية في المنفى ودول عربية وغربية مؤيدة لها أن يرحل رئيس الأسد عن السلطة لكن روسيا تقول أن التقدم الذي أحرزه المتشددون الإسلاميون يعني أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون لها الأولوية الأولى بالنسبة لكل القوى الآن وأكدة أن هذا غير ممكن بدون التعاون مع الأسد وما ترفضه الولايات المتحدة خالد حسين الله أكبر شكرا للمشاهدة